حكم ضم مدة خبرة سابقة للموظف العام 21 عاما وليس خمس سنوات طبقا لقانون الخدمة المدنية أهلا بكم وضعوكم للاشتراك في الكنالة في الناس زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شروط ضم المدة بجميع أنواع خدمة عامة وخدمة عسكرية خدمة سابقة ضم مدة تنفيذ لحكم قضاء وتأثيرها على الترقيات شروط قضية ضم مدة سنوات الخبرة حيث أن الكتاب الدوري رقم سبع لسنة 2011 بشأن القواعد الحكمة لتثبيت العمال للموقات تضمن البند الرابع بالإشارة لحساب مدة الخبرة العملية عند تعيين العاملين بحد أقصى خمس سنوات وطبقا لقراري وزير التنمية الهدارية رقمي خمس تلاف خمسمائة سبعة أربعين وخمس تلاف خمسمائة تماني وربعين لسنة الف تسعمية تلاتة وتمانين يتم حساب مدة الخبرة العملية للعملين كاملة وبمرعات قيد العامل ويمنح العامل عن كل سنة علوة بحد أقصى خمس علوات وبظهور قانون 155 سنة 2007 وتعدلات ولما تطرق في مواد الجديدة إلى موضوع اعتساب الخبرة العملية السابقة ونصة المادة سبعين من القانون 155 على النوع تسريح كامل العاملين المدنيين بالدولة في ملم يرد بشأن نص خاص في هذا الباب فهذا النص ارجعنا للمادة 27 من قانون العامل المدنيين بالدولة رقم 47 سرى 78 على أن تحسب مدة الخبرة العملية المكتسبة التي تتفق مع طبيعة العمل المعين على العامل وزيادة في عجر بداية التعيين للعامل والتي تزيد عن مدة الخبرة المطلوبة توفرها لشغل الوظيفة وكذلك المادة 24 من القانون 47 تعتبر الأجدامية في الوظيفة من تاريخ تعيين فيها فإذا اجتمل قرار التعيين على أقصى من عامل اعتبرة الأجدامية كما يلي 1. إذا كانت تعيين لأول مرة اعتبرة الأجدامية بحسب الأسبقية في عولوية التعيين 2. إذا كانت تعيين متضمنًا تركية اعتبرة الأجدامية على أساس الأجدامية في الوظيفة السابقة وقد يكون اتضم عبر قرار إداري من وكيل الوزراء الخاص بالمحافظة أو مدير الإدارة أو بالمحافظة وعبر وزير التربية والتعليم المحافظات التي أصدرت قرار اتضم حتى الآن أسيوط الأكسر شماس عناق إدارة البدرجين الأزهر الشريف وقد تم تطبيق الضم بالفعل وحصل المعلومون على وحقوقهم كامل 3. هناك بعض المحافظات التي صدر قرار بالضم وتم إيقافه وعدم تنفيذه مثل محافظة المينيا ولذلك يجوز لأي موظف لم تصدر له محافظته قرار ضم أو لم تنفس قرار ضمه أن يقوم برفع دعوة قضية مدعمة بالصورة من قرارة الضم من محافظات أخرى اللي يطالب بمساواته بجماله من مختلف المحافظات وضم المدة القاصة به على أن تضرم دعوة الضم طلب ضم العلوات الدورية المستحقة النتجة عن تقديم تاريخ التعيين وفيما يالي نقدم لكم المساندات اللذين اللي رفع دعوة قضية المطلبة بالضم لفترة التعاقد السابقة خطوات ضم مدة الخدمات والصنوات السابقة للمعلمين بجميع المحافظات واحد توكيل لمحامي اثنين صورة أول تعاقد معتمدة طبق الأصل ثلاثة صورة قرارة تعيين معتمدة طبق الأصل أربعة بيان حالة وظيفية خمسة مفردات مرتب حديثة ستة قرار ضم من محافظة أخرى طريقة رفع دعوة قضية للضم من مدة العمل بالأجل تقدم المساندات التالية واحد توكيل لمحامي اثنين بيان حالة وظيفية ثلاثة مفردات مرتب أربعة استمارة مئة وثلاثة عين من الملفات خمسة استمارة سبعة وتسعين عين حق معتمدة من المدارس التي عمل بها المعظف ستة صورة قرارة تعيين طبق الأصل ويجوز دمج القضيتين معا تحت مسمى الضم مدد العمل السابقة وبعد الحكم تتغير الحالة الوظيفية للمعلم كالتالي واحد تاريخ التعيين وتاريخ التسكين على الدرجة اثنين أساس المرتب يزيد مع صرف بدل عن الفترة الماضية بأس الرجل وقررت الضم الخاصة بكل المحافظات التي صدر بحقها قررت بالضم معظمها تم تفعيله وتنفيذه بالفعل بيان قضية ضم مدد سنوات الخبرة ضم سنوات الخبرة السابقة والخدمة من سنوات الثلاثين واحد صورة معتمدة من الإدارة استمارة مية وتلاتة عين حق صورة معتمدة من العقد المؤكد على عقد الحصة ثلاثة صورة معتمدة من عقد المعلم المساعد أربعة صورة معتمدة من صحيفة الحواية الإلكترونية خمسة صورة معتمدة من خطاب التذبيت لدرجة معلم ستة صورة من الخدمة العامة والعسكرية سبعة صورة البطاقة الشخصية تمانية ملف بلاستيك مكتوب عليه الاسم والموبايل سقوط الحق في ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة العسكرية ومدة الخدمة العامة بالتقادم الطويل هذا الموضوع يعكمه نص المادة 374 من القانون المدني على أن تقادم الالتزام بالقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص فيها القانون وفيما عدا الاستثناءات الوردية بالقانون المشارعي ومؤدي ذلك فأن الحق في احتساب مدة الخبرة العملية السابقة أو مدة التجنيد أو الخدمة العامة يسقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في القانون المدني 15 سنة باعتبار أن مصدر الحق للقانون وحيث أن الحق في حساب المدد المشارعي لا ينشأ بوقعات التعيين في زمدع على تعيين العام الأكثر من 15 عاما دون حساب هذه المدد فأنه لا يجوز النظر في حساب أي من هذه المدد لسقوط الحق في حسابها في التقادم الطويل ترجمة نانسي قنقر